اشتركوا في القناة الأشخاص الذين يعانون من الـ XB معرضون لإصابة بسرطان الجلد وغير قادرين على إصلاح الأضرار التي يتسببها أشعة الشمس التي تجعل بشارتهم حمراء وجافة ومشوهة معظم سكان آراراس من المزارعين والعمل في الهواء الطلق أمر لا مفر منه إذ يضطر معظمهم للعمل تحت أشعات الشمس لساعات طويلة مما يجعلهم عرضة لإصابة بمرض الـ XB ويحول حياتهم إلى معاناة مستمرة لا ينهاية لها من مجموع 800 شخص يصاب أكثر من 20 شخصا بهذه الحالة بمعنى شخص واحد من 40 شخصا وهي نسبة أعلى بكثير من الولايات المتحدة حيث يبلغ معدل إصابة واحدا في المليون أحد أسباب ذلك هو أن آراراس تكونت من قبل عدد قليلا من الأسر القروية التي تحمل المرض وانتشر بفعل التزاوج فيما بينهم جاء الماء أنطونيو عمره 38 عاما ضحية لهذا المرض منذ سنوات ويقول أنه بطبيعة عمله في زراعة الأرز وتربية البقر هو معرضا باستمرار لأشعة الشمس وحالته تزداد سوءا على مر السنين وبدأت عوارض المرض تظهر في وجهه عندما كان في سن التاسعة إذ غطى النمش وجهه حينها ونمت عليه كتل صغيرة ويقول أنه لو اتخذ إجراءات اللازمة حينها لحماية وجهه لكانت الأمور مختلفة اليوم ولكن هذا لم يكن الحال إذ أكل المرض جلده وشفتيه وأنفه وخديه وحتى عينيه وهو الآن يرتدي قناعا طبيا لإغفال أضرار وقبعة كبيرة من القش لحماية ما تبقى من وجهه الصغير على مر السنين أجرى أنطونيو أكثر من خمسين عملية جراحية لإزالة الأورام وتساعده القبعة اليوم قليلا في السيطرة على المرض ولكن مرض الإكس بي لا يتوقف فقط عند الجلد إذ يعاني واحدا من كل خمسة مرض أيضا من التشنج العضلي والصمم وتأخر النمو والأمر السيء هو أن هذا المرض بقي غير مشخص في آراراس لفترة طويلة ولم يعلم المصابون طبيعة ما كان يحدث لهم بالضبط إذ يقول أنطونيو أن طبيبه شخص مرضه في البداية على أنه اضطراب في خلايا الدم وقال طبيب آخر أن يديه مشكلة في الجلد ولم يدرك أحدهم بأنه مصاب بمرض وراثيك خسيمة شادوكلاوديو البالغ من العمر 77 عاما وحفيده أليسون البالغ من عمر 11 عاما كلاهما يعاني من هذا المرض ويحاول خوزيه الذي أصبحت حالته متقدمة جدا عدم تكرار نفس الأخطاء لحفيده واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية جواو سليفيا البالغ من العمر 80 عاما وزوجته جيرالدينة 75 عاما يعانيان أيضا من هذا المرض ولا يخرجان أبدا بدون قبعات ومظلات لحماية إجسادهم من أشعة الشمس جليس فرانسيسكا وهي مدرسة لديها ابن يبلغ من العمر 11 عاما يعاني من المرض درست تاريخ المنطقة بالتفصيل وجدت بأن مرضى الإكس بي يعود تاريخه إلى 100 عام على الأقل شكرا 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 شكرا